موسيقى يا جمهور النادي الأهل العظيم في كل مكان مساء الخير مساء الخير على كل الأهلوية من أي مكان بتتبعونا مساء الخير وأهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج البيت الكبير النهاردة وإحنا بنتبع مع حضركم الحقيقة في البيت الكبير معنا نجوم كتار جدا أفتكري أنها يكون حلقة مميزة ومختلفة خاصة في الجزء الثاني من الحلقة لأن هيكون معنا واحد من ضيوف من أحد الأندية المصرية العريقة اللي بينتظروا بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا قدام النجم الساحل التونسي في بطولة الكونفدرالية طبعا بنتكلم عن قلعة دقاب الجبل نادي المؤولين العرب هيكون معنا النهاردة اتنين من نجوم المؤولين العرب القدامة كابتن سعيد الشيشيني منوارنا النهاردة وكابتن جمال سالم كمان هيكون معنا في الفقرة الأولى طبعا الأستاذ محمود صبري مدير تحرير جريدة الأهرام لكن في البداية أرحب زميل العزيز جدا كابتن هنا مساء الخير يا سيام أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أكيد هنتابع مع حضراتكم النهاردة يمكن كلنا طبعا مستنين مباراة النادي الأهلي يوم الأربع هنتابع كواليس بعثتنا إن شاء الله وأكيد كمان إن شاء الله كلنا بندعو للنادي الأهلي رغم الغيابات إن شاء الله يقدم مباراة جيدة ويكون أول خطوة للحصول على النجمة العشرة فيه كواليس كتيرة جدا بعثتنا المتواجدة حاليا في النايجر طبعا بتستعد لمباراة سوني ديب يوم الأربع اللي جاي فيه طبعا دور الاثنين وثلاثين من بطولة أفريقيا أكيد أخبار يعني إن شاء الله وكواليس مش هتعرفوها غير هنا في البيت الكبير بس عايز أتكلم مع حضراتكم في نقطة مهمة جدا إحنا متعودين إن مؤسسة النادي الأهلي آه معروف إنها مؤسسة رياضية لكن كمان عندها دور اجتماعي مهم جدا 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 إحنا كمان هنا في البيت الكبير طبعا جزء من الكيان وجزء من النادي الأهلي اللازم يكون عندنا هذا الوعي الوعي آه بنتكلم عن الرياضة بنتكلم عن الكورة والأضايا والملفات كل ده تمام لكن كمان لازم نتكلم على يمكن الموجة التانية من كورونا فأرجو كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي كل جماهير النادي الأهلي وكل شعب مصر يا جماعة خلي بالكم الموجة اللي جاية ديت ويمكن كلنا بنتابع وسائل الإعلام حتى على وسائل العالمية مش في مصر بس الموجة قوية جدا ويمكن كل الناس اللي بتشاهدنا واللي حوالينا حاسين حاسين أن واحد صديقه واحد قريبه واحد صاحبه أصيب بفيروس كورونا والإصابة يعني للأسف كمان موجة شديدة جدا فواجبنا هنا كمان في البيت الكبير غير أن احنا بنقدم واجبة رياضية دسمة لكن كمان الدور الاجتماعي مهم جدا احنا بنرجوكو الالتزام بالإجراءات الاحتراثية نشوفنا الموجة الأولى عدناها بشكل أقدر أقول شكل جيد لكن الموجة التانية موجة صعبة جدا أتمنى من كل واحد بيسمعنا دلوقتي أنه كمان يحافظ على نفسه ويحافظ على بيته ويحافظ على أهله ويحافظ كمان على بلده لأنه ده جزء مهم جدا مش عايزين نرجع تاني نحنا نفتكر الأيام اللي كانت يمكن البلد مرت بها بظروف صعبة جدا على المستوى الاقتصادي والناس بطلت شغل فعايزين كمان نفكر في الجزئية بشكل مهم جدا زي ما نفكر في رئيتنا والنادي الأهلي والدوري لكن كمان لازم نفكر في الإجراءات الاحترازية نلتزم بكل الإجراءات اللي بيتباحها من خلال وزارة الصحة فإن شاء الله كل ألف سلامة لأي حد أصيب وإن شاء الله بإذن الله نمر بهذه الأزمة على خير بإذن الله سهل ده كان ضروري نقوله يعني ضروري أكد على كلامك وضروري نلتزم بالإجراءات الاحترازية اوعوا يعني تقلق الأهلي ومسرته في يعني في الإنجاز أو تحقيق الإنجازات نسيكم لبس الكمامة لبس الكمامة مهم جدا الكحال مهم جدا في أي مكان أنت بتعمله في أي مشوار أرجوكم نلتزم أي مؤسسة أي شركة أي هيئة النهاردة لازم تطبق الإجراءات الاحترازية احنا هنا بيتم يعني فيه إجراءات قانونية بتتم لو حد ما لبسش الكمامة فلازم كلنا ناخد بالنا جدا احمي نفسك واحمي أسرتك واحمي بلدك لأن احنا عايزين اللي احنا عدين عليه للفترة اللي انت بتكلم عليها الموجة الأولى يمكن من كورونا ما كانتش أسوأ من دي ولكن كان فيها يعني إجراءات شديدة جدا ومعظمنا ما استحملهاش معظمنا بيشتغل يعني فريلانس بيشتغل اقتصاد غير رسمي باليومية عمدنا ناس بتشتغل على يعني بتشتغل كل الشغلانات فإحنا مش حملة إن احنا نقعد تاني في البيت مش حملة تاني إنه البلد تتقفل فأرجوكم نلتزم وكل وسائل الوقاية نلتزم فيها يمكن إحنا كمان مقربين على رس سنة ولازم نخلي بالنا أكتر من موضوع التجمعات دلوقتي موضوع التجمعات مش مطلوب لازم نعدي الفترة دي على خير وبعد كده نعمل كل اللي احنا يعني عايزين نعمله فصحة أمانة فقدين كل واحد فينا وربنا يحفظ بلدنا ويحفظنا من كل شر هنبدأ يعني حلقتنا كالعادة من أخبار وكواليس بعثة الأهل في النيجر النهاردة يمكن كان فيه قبل ما نتكلم على بعتتنا وهنتكلم يعني في حديث مطول مع زملنا فاروق الموفدنا هناك عايزين نتكلم على تكريم جديد تكريم جديد يخص ندينا وإنجاز طبعا الإنجاز الكبير الحقوق الموسم اللي فاد ده بالفوز بدوري أبطال أفريقيا النهاردة الأمير السعودي عبدالعزيز بن تورك الفيصل رئيس للتحدي العرب الكرة القدم بيهني النادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته على الفوز وتحقيق اللقب القري وده خلال النهاردة كان لهم اجتماع مجلس الاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرنس عشان ينقشوا بعض الملفات الخاصة بالموسم الجديد طبعا ده شيء مهم جدا لازم نسلط عليه الدوء زي ما فيه أندية عالمية وفيه أندية العربية طبعا العلاقات بين الأندية العربية والنادي الأهلي علاقات مستمرة بشكل كبير جدا والنهاردة التهنئة هي تهنئة واجبة طبعا وفي خلال طبعا يعني هذه الاجتماعات واجب طبعا التهنئة للنادي الأهلي على المسلم الرائع اللي أدىها خلال المسلم اللي فات كمان بنقول النهاردة بحساتنا في النادي الأهلي في النيجر كمان حرصت على استمرار عملية تعقيم غرف اللاعبين بشكل كامل وبشكل دوري كل ده في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة طبعا للوقاية من فيروس كورونا بيقوم كمان نور محمد ده المسؤول للمهمات المتواجد في البعثة بتعقيم كل الغرف الخلع الملابس الأدوات الخاصة بالتدريب بشكل دوري في زل طبعا مكافحة بارس كورونا كمان شهد مقر قامة الفريب العاصمة نيامي تطبيق مشدد جدا جدا للإجراءات الطبية كل الناس ارتدت الكمامات بشكل كبير توفير كمان أدوات التعقيم والتطهير بشكل كامل وحتى الجهاز الفني في النادي الأهلي واللعبين النهاردة كمان خضعوا لمسحة يعني النهاردة النادي الأهلي والجهاز الفني خضعوا لمسحة في هناك في النيجر يعني ان شاء الله يوم الاثنين هتزهر النتيجة لكن ده المسحة دي تمت جوه الأوتيل نفسه أجرى اللعاب والفريق والجهاز الفني المسحة ديت وبقى للبرتقول التببي الخاص بالاتحاد الأفريكي لكرة القدم واللي كان بيأكد ضرورة إجراءات المسحة الطبية قبل المباراة الرسمية للكشف عن بيروس كورونا طيب النهاردة كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص جدا أنه يجري اتصال هاتفي بكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سيد مدير الكورة في النادي الأهلي علشان يتطمن بنفسه على باعتة فريقنا فريق الأول كورة القدم من وقت وصولها للنيجرل علشان طبعا يخوض مباراة سونديب في ذهاب دول 32 من دوري أبطال أفريقيا سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم مع كابتن خطيب على أنه حريص أنه يتابع أخبار الفرقة وأنه يتطمن على حالة طبعا اللعيبة وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة وطبعا كابتن محمود تمنى السلام لكافة أفراد البعثة وأنه يكون التوفيق أكيد حليف للأهل إن شاء الله يا رب فيه مستهل مشواره في البطولة اللي توج بلقبها للمرة التسعة كمان مجلس أو كان مجلس الإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن خطيب كان بيقوم بتكليف كابتن سيد عبد الحفيظ برئاسة البعثة بدلا من محمد الضماطي لأنه إحنا زي ما قلنا لكم مبارح أنه أستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة نهاردة بيصاب بفيروس كورونا فبنقوله ألف سلامة لك والمسماني وللعبتنا طبعا المصابة ولكل شخص يعني إن شاء الله تعدي على خير الجائحة كمان الاهتمام الكبير ببعثتنا في النيجر من خلال سفارتنا لسفير المصري في النيجر السيد نبيل الميكي أكد أن هناك ترحيب كبير جدا جدا من جانب من كافة الجهات الرسمية بدولة النيجر بوجود النادي الأهلي في العاصمة النيامي طبعا ده نظر للتقدير الكبير من مسؤول النيجر لقيمة وعراقة النادي الأهلي على مستوى التاريخ والبطولات وكمان أوضح حاسات السفير أن الترتيب لرحلة النيامي بدأ مبكرا جدا من خلال طبعا التواصل الدائم اللي تم مع محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة للوقوف على كل الترتيبات بشكل احترافي كالعادة عادة النادي الأهلي دايما وكل دوت تم في فترات يمكن قبل سفر بعثتنا بأيام كتيرة جدا أضاف كمان سيد السفير ميكي أن هناك اهتمام شديد جدا جدا في دولة النيجر ببعثة فريق النادي الأهلي الحاصل طبعا على بطولة أبطال أفريقيا التسعة في تاريخه أشار أن مسؤولي نادي سونيديب والجماهير العاشقة لقرة القدم في النيجر أعربوا طبعا عن سعادتهم الكبيرة بعد علمهم بمواجهة النادي الأهلي في دور الـ 32 طبعا وترقب شديد جدا للزيارة الأولى للأهلي لدولة النيجر وكان بيأكد أن جماهير كل الجماهير يعني طبعا هناك في النيجر فرحانة بوجود النادي الأهلي نادي القرن البطل الكبير الحاصل على التسعة لسه من أيام قليلة فكل ده فيه اهتمام كبير جدا على المستوى الصحافة على مستوى الجماهير على مستوى كمان المسؤولين في دولة النيجر ببعثة النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله لفرقتنا يوم الأربع المباراة مسهلة لكن إن شاء الله بنتمنى التوفيق لفرقتنا ونحط إن شاء الله يعني مجسب بإذن الله لطبعا الوصول لدور المجموعة إن شاء الله أكيد إن شاء الله نرجع تاني الاستقبال والترحيب اللي بيتم لبعثتنا في النيجر طبعا النهاردة كان فيه ترحيب خاص وواضح جدا ونهاردة يمكن محمد شيجر رئيس نادي سنوداب بطل النيجر حريص برضو على إنه كان يزور الفريق النهاردة زي ما حضركم شايفين في الصورة زارهم في فندق الإقامة اللي موجودين فيه وطبعا فيه كان لقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة رئيس البعثة زي ما حضركم شايفين سيد محمد شيجر بيؤكد اعتزازه وتقديره للنادي الأهل الكبير وإنه سنوداب مستعد علشان يلبي أي طلبات لبطل أفريقيا سواء كانت متعلقة بكرة القدم أو بأي شيء آخر هناك رئيس نادي سنوداب كمان قدم تهنئته للأهلي وجمهور النادي الأهلي ومسؤولينه على اللقب التاسع اللي تحقق مؤخرا لدوري أبطال أفريقيا وقال في حديثه مع كابتن سيد النهاردة أن كرة القدم مكسب وخسار لكن بطبق العلاقات العلاقات الطيبة ما بين الأندية خاصة لما بيكون في حجم نادي كبير بحجم النادي الأهلي وده شرف كبير لسنوداب والكرة القدم في النيجر طبعا كابتن سيد عبد الحفيز هو الآخر وجه كل الشكر والتقدير لرئيس نادي سنوداب بسيد محمد شيجا على اللفطة الطيبة ديت وشكره على التعامل بشكل احترافي وراقي من جانبه طبعا وجه الشكر على حسن الضيافة كمان والاستقبال وأكد أنه هلقى في القاهرة معاملة بالمثل طاليق بيه وبناديه وبجماهير طبعا سنوداب بحيث هتبقى العلاقات كمان ممتدة بعيدا عن المنافسة داخل الملعب دا حي دا حي يعني دايما النادي الأهلي بيقابل طبعا الترحاب ودي ميزة النادي الأهلي بصراحة يعني فيه استقبال حافل جدا زي ما احنا شايفين في الصورة كل الناس متواجدة رئيس النادي متواجد يعني فيه استعداد كمان للمبراءة كل دي أجواء ما قبل المبراءة لكن أعز أكد لحضارك كمان الفرقة بتستعد بشكل جيد جدا كمان رئيس نادي سنوداب بطل النيجر أكد أنه كمان موجهة النادي الأهلي بمثابة تحدي كبير طبعا لفرقته مشير أن طبعا القرعة لم تكن رحيمة بفريقه خاصة النادي الأهلي يعني عمره أكتر كتير جدا عمره أكتر من قرن ويمتد تاريخه لتاريخ كبير جدا في القرى الأفريقية واستطاع طبعا التتويج بلقب بطولة أفريقيا هذا العام وبيحصد البطولة التسعة في تاريخه لكن نادي سنوداب من الفرق الحديثة في القرى الصمراء يعني هو طبعا الآن من هذه المواجهة وعرب كمان عن ساعته بتواجد بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي في النيجر وسعيد كمان بمواجهة سنوداب في المباراة إن شاء الله اللي هتقام يوم الأربع اللي جاي في زهاب دور الاثنين وثلاثين في بطولة أفريقيا أبطال أفريقيا وأوضح كمان رئيس النادي إن المشاركة هي دي المشاركة التالتة الفريق في دور أبطال أفريقيا وإنه سعيد جدا جدا بمواجهة النادي الأهلي طبعا رغم الفرقات الكبيرة في الإمكانيات لكن طبعا هو سعيد بتواجد النادي الأهلي وكمان قال إن كورت القدم لا تقضع لحسابات ورائية واتكلم بشكل كبير جدا إنه ممكن تكون في مفاجآت أو هو يتمنى أن تكون في مفاجآت طبعا في المباراة ويمكن جاب سيرة المنتخب المصري وقال يمكن كان في مباراة يعني المنتخب النيجر فاز على منتخب مصر وكان منتخب مصر بكامل نجومه في وقت من الوقات فهو بيقول على أمل أن تحدث هذه المفاجآة ولكن إن شاء الله مش هيكون فيه مفاجآة نادي الأهلي مركز بشكل أكتر من رائع مركزين إن شاء الله على النجمة العشرة بإذن الله ودي أول خطوة بإذن الله للحصول على هذه البطولة يا رب يا رب الحقيقة كمان يمكن فيه اهتمام خاص من قبل الجهاز الفني للأهلي أنتوا عارفين أن النادي الأهلي بيعمل حساب لكل كبيرة وصغيرة ومركز جدا في كل التفاصيل الخاصة بالمباراة دي وأي الحقيقة مباراة وأي بطولة دايما النادي الأهلي حريص على أنه يوفر كل سبل الراحة للنادي الأهلي حتى لو كانت صغيرة زي ما بنقول علشان كده يمكن النهاردة عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن سعيد ده دكتور أو أخصائي التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي كان عقد اجتماع مع الشيف محمد الدالي الشيف محمد مرافق لبعثة فرقتنا في النجر علشان يتابع البرنامج الغذائي الخاص باللعيبة خلال تواجده فترة البعثة في نيامي في النيجر النهاردة السعيد كان بيتناقش مع شيف دالي وطائم المطعم كله على إيه هي بقى هو الأكل اللي هيتقدم لللعيبة بيتأكد أنه الأكل ده خالي من العناصر يعني أو بيحتوي على العناصر اللازمة اللي بتتناسب ناعي للمباراة المهمة دي ده طبيعي نتكلم على التركيز في كل التفاصيل طبعا الديتيلز خلي بالك الديتيلز التفاصيل الصغيرة جدا جدا ديت هي اللي بتعمل الفريق والنادي الأهلي نادي خلاص نادي علامي نادي بروفيشنال كل أعضاء وكل منظومة النادي الأهلي بتشتغل بروفيشنال أكيد بيكون في وجبات خاصة كمان خلي بالك الوجبات على حسب البلد أنت بتلعب فيها يعني ما تكون درجة الحرارة عالية جدا ممكن نبعد شوية عن النشويات يعني فيه كمان معدلات وفيه تركيبة كده خاصة كمان لوجبات اللعيبة قبل المباراة ممكن كده الوجبة بتختلف عن لو المباراة ظهر ولا المباراة بالليل فكل دوت النادي الأهلي بيتبع الإجراءات يعني الاحترافية بشكل كبير جدا وكمان فريق النادي الأهلي النهاردة أدى أول تدريباته في نيامي على ملعب الجنرال سيتي كوتشي اللي هيصديف مباراة الفريق إن شاء الله أمام السوني ديب النادي الأهلي أدى ولعب النادي الأهلي أدوا جانب من التدريبات البدنية فيه كمان كان جزء استشفائي تحت إشراف طبعا كابيلو رانجوي وده مدرب الأحمال الفريق وشارك جميع اللعيب جميع اللعيب النهاردة شاركوا فيه المران بشكل كبير عمل تأسيمة ما بين مجمواتين في نصف الملعب كمان خاض الفريق على ملعب المباراة اليوم علشان كمان يعني يحسوا بالملعب أكتر يعني ده مهم جدا إنك تتمرن بشكل كبير إنك تعمل كل اللي أنت عايزه من خلال جمل تكتيكية تستفيد بكل مساحة الملعب علشان دي المباراة اللي أنت هتلعب عليها بيكون فيه رؤية كمان للمدير الفني واللعيبة إن هم يدوسوا بلغة الكرة كده بيدوسوا في الملعب كله إحنا عارفين برضو الملعب في أفريقيا بعضها ما زال ليس على المستوى الجيد فكل اللعيبة كمان بتجرب أحزائي مختلفة يعني كل اللعيب بيكون معه جزمتين تلاتة بتوالكورة بيشوف بينزل خاصة التدريبة اللي على ملعب المباراة ممكن جدا الجزمة دي ما تناسبوش فيبدأ يلبس جزمة تانية استعدادها للمباراة كل الحاجات الصغيرة دي بتحصل في التدريبات النهاردة بجانب طبعا الشكل التكتيكي والشكل الفني للفريق لكن دي جزئيات مهمة جدا واللعيبة دايما بتاخد بالها منها الأرض ناشفة ولا لأ محتاجة استاذ معين محتاجة جزمة معينة فكل ده النهاردة النادي الأهلي بيجربوا استعدادا إن شاء الله للمباراة أنا عايزة لما فاروق يدخل معنا على التليفون يا كابتن هني نسأله على موضوع النجيلة الطويلة دي وبعدين هم عندهم تدريب رئيسي المفروض يتم بكرة قبل ما المباراة تتلعب وعندك مدشي كونفدرالية في نفس الملعب فعايزين فاروق بسرعة جماعة يعني جاهزوا فاروق بسرعة نتطمن كمان على الإجراءات الاحترازية لأي حاجة إزاي بيتم تعقيم الغرف الغرف في المعسكر البعثة بمناسبة الإجراءات والتعقيم فموسيماني طبعا ربنا يشفيه كوتش موسيماني مدير الفني للفريق صحيح مصاب بكورونا لكن كان حريص جدا إنه يتواصل مع كابتن كيفين جونسون طبعا المدرب العام للفرق أو كابتن سامي أمصان مدرب العام وبأعضاء الجهاز الفني علشان يوقف على آخر تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص بالفريق وإحنا يعني خلاص بنعد تنازلي موسيماني كان بيتطمن على كل أفراد البعثة المتواجدة في النيجر طبعا بيتمنى أكيد التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله يكون إجابية بإذن الله وكمان نحن عارفين طبعا كابت سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الآلي لعب قديم وخاض هذه التجرب قبل كده وكان دايما عنده معلومة أو عنده دايما رؤية أن ضربة البداية لازم تكون إن شاء الله ضربة موفقة بيسعى طبعا تحقيق هذه البداية الموفقة بإذن الله في مشوار النسكة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا ويعني عندما طبعا هيحل ديف إن شاء الله يوم الأربع على فريق سنديب بطل النيجر وأوضح سيد عبد الحفيز إن الآلي اللي دي دي تموحات كبيرة جدا جدا نحو التتويج باللقب للمرة العشرة في تاريخه وهو ما يمنح اللعبين فعلا دوافع قوية ودوافع جديدة يسعى الجميع يعني إن شاء الله لترجمة هذه الطموح بصور عملية داخل الملعب من خلال النتائج الجيدة ودايما بنقول إن البداية البداية مهما كان الفريق رغم الفرقات الفنية الكبيرة لصالح النادي الأهلي لكن البداية بتبقى صعبة وإن شاء الله مش عايزين إن شاء الله تكون في مفاجآت كل الاستعداد النادي الأهلي بيصير بشكل أكتر من رائع في الاستعدادات نستعدين بشكل جيد على نواحي الفنية والإدارية وكله إن شاء الله منتظر ضربة البداية يوم اللاردة يا رب بإذن الله هنروح لفاصل ما أحدركم وبعد الفاصل لسا مكملين أخبارنا في البتاك اشتركوا في القناة